وفي موازات حاجة الناس بما يخفف من قلق الماضي القريب أعلن مدير عام شركة العامة لتجارة الحبوب حيدر القرعاوي إن صومعة الشرقات استقبلت أول قطار محمل بكمية ألف طن من الحنطة الأسترالية الواردة عبر ميناء أونقصر لحساب البطاقة التموينية أقل إن إصرار شركة الحبوب بالتواصل مع شركة السكك الحديد استطعت إعادة العمل بالنقل عبر أسطول السكك ليكون الناقل الوطني في نقل الحنطة من الميناء للمواقع التي تمتلك مداخل ومخارج شبكات السكك الحديدية ولفت إلى أن شركة السكك هي من أعادة تأهيل وصيانة شبكات السكك الحديدية حيث وصلت القطارات إلى المثنى والناصرية وخانضاري والتاجي اشتركوا في القناة